السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي في قناتكم نجمة الريف كانت من شاء الله تكونوا باحسن حال انتم ما كتفرجوا في هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الوصفة حريشات الدقيق ديال الشعير او البلبولة كيجوا رائعين جدا وكيجوا الديت بزاف كانت من الاخوات دي حفظتم ان شاء الله تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم ولأول مرة كتشوف القناة ديالي كنتمنى ان شاء الله تضغطوا على زي الجرس باش يدخلوا لكم كل ما هو جديد وكذلك تبارتجوا مع الاهر ديالكم والأحب والأصدقاء لتعوم فائدة على الجميع بسم الله على بركة الله كما كتلاحظوا معي في الصورة عندنا هي 500 جرام ديال دقيق للشعير يعني يكون متوسط مشي الغليد مشي رقيق بزاف وكذلك عندنا معلقة صغيرة ديال الخاملة الفورية وشويد الملحة وكأس ديال العلبة ديال السميد وكذلك نسو كأس ديال الزيت العود دائما الكاس باش كان عبره كاس ديال العلبة بعد ما غسلت دقيق للشعير ديالي تغسلوهم زيان ضروري ما تغسلوهم زيان وغادي ندفو عليه هنايا الملحة وكذلك غادي ندفو عليه واحد معلقة كبيرة ديال العسل أستسمح الأخوات ما ذكرتوش يعني العسل في المقادير مع المقادير يمكن لكم ديروا السكوار إلا ما كانش متوفر عندكم العسل في الدار يمكن لكم ديروا ملقة ديال السكوار ولكن انا كنفضل العسل وردي نخلطو هاد المقونات ديالنا نخلطوهم بهالطريقة دائما لنجح الوصفة الأخوات تبقوا تبعوا الفيديو من البداية إلى النهاية باش تعرفوا الطريقة باش عدلت هاد الحريشات باش يجيو لكم مرتبين للداخل هاتو ما كنت لاحظوا الضفت هنايا نسب كأس ديال زيت العود كما كنت أخوات باش يجيو لكم مرتبين هاد الحريشات لداخل ويجيو لحبات ديال الشاعر القمح ديال الشاعر أو البلبولة يجيو لكم مرتبين ضروري من المتابعة للفيديو من البداية إلى النهاية كأس ديال الماء اللي ما داره ما يكون سخون ما يكونش دافئ وصف يكون سخون غادي نخلطو هاد المقونات وغادي نضيفو عليه كذلك الماء وغادي نخليو على الجانب تقريبا عشرة حتى الخمساش دقيقة ومبعد غادي نرجع معكم ديال الماء سخونين كما راحتوا معايا أخوات بعد ما خليتو عشرة دقيق وتفتع لي هنايا الخاملة الفورية الخاملة ديال الخوبز غادي نخلطا هنيا مع المكونات وكذلك غادي نضيفو عليه كأس ديال السميد يمكن لكم بديرو حتى جوج لكيسين ديال السميد ولكن انا نضيفو هنا يغي الكأس مات خمسمية جرام ديال دقيق ديال الشعير وغادي نخلطوه ونقا نضيفو عليه الماء كما لحتو معايا في الصورة ودابا غادي نغطيو بلاستيك الغذائين وغادي نخليو على الجانب نخليو حتى يعني حتى يخمر وكذلك غادي يرتب لنا ها الدقيق ديال الشعير تقريبا نخليتو جوج ساعة يمكن لكم تخليو حتى اكتر مش حال ما خليتو اكتر عاد كيجيو عنه احسن انتو ما كتلاحظو بعد ما خليتو جوج ساعة بالتمام والكمال كما كتلاحظو ها هو العجين ديالنا حصلنا على هاد العجين تبارك الله انتو ما كتشوفو معايا ما شاء الله جا رائع جدا هذا هو القوام اللي خصوصكم تحصلوا عليه في الاخير يعني ما يجيش جاري بززاف ما يجيش قاسح بزاف باش يستقو لكم هاد الحريشات يجيو رطبين يجيو رائعين جدا انتو ما كتلاحظو وعندي هنا اياه بعد الكمياء ديال دقيق تشعير باش غادي نكورو هاد العجين ديالنا هاد هو القوام اللي خصوصكم تحصلو عليه يعني انتو ما كتشوفو يعني كيتجمع باش تحصلو على هاد الشكل كويرات انتو ما كتلاحظو وده بغادي نفندو هنا اياه قادي ندوزو في هاد دقيق ديال الشاعر بها الطريقة وعدين هاد دي هاد المغطة ديال واحد القرعة ديال الزاج او يعني مهم اي حاجة انتوفر عندكم اللي كيتباع خصيصا باش تعدلوا منو الحريشات باش يجونا على الشكل الدائري ولكن الى ما كتش نتوفر عندكم ماشي مشكل ديرو غيها الطريقة درت معاكم من اياه يعني الطريقة السهلة يعني ماشي الى ما كتش نتوفر عندنا الاطار يعني ما غاديش نديرو هاد الحريشات يعني وريدكم الطريقة يعني البسيطة والسهلة لأي حاجة عندكم في الدار يمكن يكون تعدلوا منو ماشي ماشي مشكلة ضروري يعني يكون عندكم هذيك الاطار ديال الحديد غيب هاد المغطة ديال القرعة درت عليها هاد بلاستيك الغذائي باش يسهل علينا ضغيات تقلعو لنا ما هاد المغطة من غادي نقلبوهم في المقلة باش نطيبو هاد الحريشات ديالنا وانتما كتلاحظوا يعني الطريقة السهلة يعني اي حاجة مطفرة عندنا في الدار غادي نعدلوا منها وانتما كتلاحظوا غادي ناخدوا واحد كمية يمكن لكم ديرو مكبر من درتو معنا هنية ودروا هما صغار على هاد الشكل كل واحد باش ما بغا يعدلهم كوني حاجم ديرو كبير ولا صغير انا عندي هذي تقريبا فيها شي 9 سنتيم ثمانية حتى لتسعة سنتيم وانتما كتلاحظوا الطريقة سهلة جدا ضرور ما تبقى تعدلهم بهالطريقة باش يرجيكم تساويين وانتما كتلاحظوا غادي نزلوه من ايام في هاد المقلة بهالطريقة وانتما كتلاحظوا هالطريقة سهلة جدا هاد الحريشات ديال الدقيق للشعير او البلبولة هذي هي الوقت ديالهم هاد البرد اعتدلهم اذا كلهم مع الزيت ديال البلدية او الزيت العود يا سلام كيجوا رائعين كيجوا لديد بزرد يمكن لكم طرح اعتدلهم حتى يتاكلهم حتى مع الجبن لكن انا كنفضلهم مع الزيت العود كيجوا رائعين يا سلام يا سلام وما بذلك يتحمروا لنا كياخدوا لنا هذيك اللون اللي بغينا هاد اللون الدهابي ونقلبوهم بهذا الشكل يعني الطريقة سهلة جدا وخاصة اخوات المبددئات كيجي لكم سهلين هات قلبوهم بغيب هاد هاد الشكل واندي نبقى معاكم الاخوات ديالي بها الطريقة حتى نسلي كورش الكيميالي عندي هنا يا كيما قلتكم اخوات هاد الحريشات صحيين في نفس الوقت يجول داد بزاف يعني حضرنا هون بقوء المقوى بالمكونات كانت من ان شاء الله يكونوا متوفرين في اي بيت يعني مكونات ساهلين وماهلين وهذا هو الشكل اللي يحسنن عني في الاخير كما كتلاحظوا معايا شكل يعني كيجول داد بزاف بالمدق وفي الشكل كيجو يسلام réalité عنطما كتلاحظوا معايا كيجول داخل كيجول تبارك الله تحسبوا行حبات ديالي هاد دقيق تشعير تحسبوا الحساب طبارك الله ماشاء الله وورتبين وكيجو شاج وكيجو الحبة ديال هاد دقيق تشعير منفخي بداخل يعني كيجو لداد بزاف كيجو رطبين كانت من ان شاء الله حتى انتم تجربون بهذه الطريقة وكيما كنتكم اخو دروري من متابعة الفيديو من البداية الى النهاية باش تعرفوا الطريقة باش عدلتهم باش حتى انتم ما يصدقوا معاكم ان شاء الله كيجو لداد بزاف كيما راحتم معايا والشكل ديال هوم كيجي رائع وده بالاخوات دي قد نخليكم ان شاء الله الى وصفة جديدة جديدة فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته